تاسع الشركات المشغلة لما يطلق عليه الفصول الدراسية الخصوصية غير المدرسية والأعمال الأخرى المتصلة بالتعليم لفتح أسواق جديدة في مناطق أخرى من أسيا في ظل انخفاض معدل المواليد في اليابان ما نتج عنه تقلص سوق تعليم الأطفال في حلقة اليوم من البرنامج نتعرف على الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية اليابانية التي تدير الفصول الدراسية الخصوصية غير المدرسية لإيجاد موضع قدم لها في دول ذات احتياجات وأنظمة مختلفة هذا يعني أن الفصول الدراسية الخصوصية غير المدرسية وما شابهها هي مشروعات كبيرة في اليابان بالفعل فقد انتشرت الفصول الدراسية الخصوصية في ستينات القرن الماضي عندما كانت اليابان تشهد نموا اقتصاديا سريعا وقد احتدمت المنافسة بين الطلاب للتأهل لدخول جامعات متميزة والآن هناك حوالي خمسين ألف مؤسسة للفصول الدراسية الخاصة بأحجام مختلفة في جميع أنحاء اليابان ويحقق هذا السوق عائدا سنويا يقدر بـ 12 مليار و700 مليون دولار أمريكي ولكن من غير المحتمل أن يشهد السوق مزيدا من النمو في ظل انخفاض معدل المواليد إذن فقد بدأ عدد من الشركات التي تدير هذه الفصول الدراسية بالتوسع في الخارج بالفعل دعنا نلقي الضوء على سلسلة مراكز لتدريس مادة الرياضيات باستخدام مواد مطبوعة خاصة هذه السلسلة لها نشاط في 48 دولة ومنطقة حول العالم ويدرس فيها حوالي 4 ملايين و34 ألف طالب تتروه عامرهم بين السادسة والثانية عشر باتباع طريقة محددة إذن فقد بدأت في تحقيق نجاح بين الأطفال خارج اليابان ولكن كيف يتدرب الأطفال على مادة الرياضيات؟ يعطى الأطفال مواد مطبوعة لمسائل حسابية وهذه التدريبات مصممة لتناسب قدراتهم يقوم الأطفال بحل سلسلة من التدريبات الرياضية وهي طريقة بسيطة وعندما يحصل الطفل على الدرجات النهائية يسمح له المعلم بالترقي إلى المستوى التالي يمكن للأطفال التقدم لمستوى أعلى فقط بعدما يفهموا بشكل تام هذه الطريقة تغرس في أذهانهم مهارات أساسية للتعلم وكذلك الرغبة في التعلم إنها في الأغلب تطبيق للرياضيات التي هي بالأساس نفس المحتوى في كل أنحاء العالم ويمكن إعطاء الأطفال نفس المواد الرياضية التي تدرس في اليابان وتترجم المواد إلى لغات أخرى لا ينبغي عليهم وضع المواد من البداية وهو ما ساعد هذه السلسلة في الانتشار في الخارج إذن فهذا الأسلوب يتكون من مجموعة من العناصر التي يمكن تطبيقها في أي مكان هذا صحيح فالفصول الدراسية الخصوصية وشركات التعليمية الأخرى في اليابان تركز على مناطق أخرى في أسيا فهم لديهم اعتقاد بوجود فرص كبيرة في هذه الأماكن في ظل النمو الاقتصادي السريع حيث يكون هناك وجود أكبر لطبقة الأغنية والطبقة المتوسطة التي تنفقان المزيد على التعليم دعنا نتعرف على إحدى الشركات التي تعمل على نشر الأسليب المتبقة في الفصول الدراسية الخصوصية الموجودة في اليابان في فيتنام هذه الشركة لديها 420 فصلا دراسيا خاصا في اليابان وقد أنشأت في شهر مايو آيار من العام الماضي مركزا للتعليم في العاصمة البيتنامية هانوي وحاليا يذهب لهذا المركز 100 طفل تتراوح أعمارهم بين السابعة والخمسة عشرة ها هي هيروكو كوراشيجي مسؤولة العلاقات العامة في الشركة التي تدير هذه المدرسة تصف لنا ما يتم تدريسه من المعتاد في المدارس في فيتنام أن يحضر حوالي 50 طالبا في الفصل غير أن الفصول في مركزنا الدراسي أصغر فهي تستوعب ما بين عشرة طلاب وعشرين طالبا وهذا يتيح للأطفال الانخراط في المناقشات كما يمكن المدرسين من الإشراف على الطلاب والتحدث معهم وملاحظة كل واحد منهم ومن الأسهل أن يتحدث الأطفال ضمن مجموعات أصغر وقد صممت هذه الفصول لتشجيع الأطفال على التعلم وكم من الأعباء المالية يجب أن يتحملها الأباء لينال أبناؤهم هذا النوع من التعليم؟ تصل الرسوم الشهرية إلى مليون دونغ فيتنامي أي حوالي 47 دولار أمريكيا وهو مبلغ كبير إلى حد ما إذا ما عرفنا أن متوسط دخل قاطن المناطق الحضرية في الشهر 4 ملايين دونغ أي حوالي 190 دولار أمريكيا غير أن الأباء لديهم الاستعداد لإنفاق هذا القدر من المال على تعليم أطفالهم ليحققوا نتائج أفضل في المدارس إذا كانوا يرغبون في الحصول على وظائف أفضل في ظل النمو الاقتصادي السريع هناك الكثير من الناس الذين يحلمون بمستقبل أفضل والكثير من الناس يفكرون في العمل لصالح شركات أجنبية تدفع مرتبات جيدة أو حتى العمل في الخارج إن الأطفال الذين يحصلون على تعليم خاص منذ سن صغيرة ربما يكون بإمكانهم الالتحاق بكلية متميزة وإتقان لغة أجنبية لهذا فالمزيد من الآباء لديهم الاستعداد لإنفاق المال لتعليم أبنائهم إنهم يريدون أن لا يتخلفوا عن استغلال الفرصة في ظل النمو الاقتصادي واتجاه المجتمع للمزيد من الثراء أخيرا دعنا نتعرف على إحدى الشركات اليابانية التي تقدم برامج تعليمية للمدارس الموجودة في مناطق أخرى من أسيا هذه البرامج تقوم على تعليم الأطفال من خلال إجراء تجارب علمية وقد عملت الشركة في إصدار كتب تعليمية للأطفال أكثر من خمسين عاما وفي عام 2009 امتد نشاطها إلى الهند وهي تطرح مجموعات من الأجهزة الخاصة بإجراء تجارب علمية وتدريس أسليب للشركات الخاصة التي تدير مدارس ابتدائية تشجع الشركة المدارس على تدريس المناهج التي تعدها وحتى اليوم هناك أربعمائة وخمسون مدرسة تدرس هذه المناهج ها هو كوسكي إيدي المسؤول عن تسويق هذه البرامج التعليمية في المدارس في مناطق مختلفة من أسيا يخبرنا عن الأسباب وراء النجاح الذي حققته الشركة في مئات المدارس الهندية على سبيل المثال فإحدى التجارب التي يجريها الأطفال تجربة لمعرفة وزن الهواء وهو غير مرئي وذلك باستخدام بلونات كبيرة يجد الأطفال متعة في نفق البلونات ولمسها والمزيد والمزيد من الشركات الخاصة التي تدير مدارس ابتدائية في الهند بدأت في استخدام أجهزة الكونبيوتر في الفصول الدراسية ولكن في حقيقة الأمر فإن فرصة لمس الأطفال للأجهزة وتجريبها بأنفسهم محدودة أعتقد أن هذا الأسلوب حاز على الثناء لأن التجارب العلمية التي تتيح للأطفال لمس الأشياء تتيح لهم معرفة ما تحققه الاكتشافات من إثارة ويقول إيدي إن المدرسين في جميع أنحاء أسيا يعتقدون أن العلوم هي المفتاح لتحقق دولهم النمو المنشود لقد حققت اليابان النمو من خلال الصناعة وهذا ربما يصب في صالح الشركات اليابانية التي تعمل على تطوير البرامج التعليمية وتسويق المناهج الدراسية كما تتطلع الشركات إلى تسويق برامجها التعليمية في فيتنام وتأمل أن تزيد مبيعاتها في الخارج خلال عامين من 2% إلى 5% من إجمال مبيعاتها هذا يعني أن الشركات التعليمية اليابانية تتوسع أكثر وأكثر في الخارج ترجمة نانسي قنقر